يا أهلا بحضراتكم هنا من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة أيضا يحتفل بأبطال مصر في الأولمبيات أبطال مصر الأولمبيين أبطال مصر الكبار أبطال مصر اللي شرفونا وفرحونا أبطال مصر اللي دايما نفتخر بيهم أبطال مصر اللي بنرفع معاهم رؤوسنا للسماء في كل المحافل الدولية والعالمية النهاردة كلام كتير نحتفل ونحتفي ونفرح بيهم ونقول لهم شكرا على كل ما قدمتوه لمصر طوال كل هذه السنوات ولسه كمان مستنين منكم أكتر وأكتر علشان دايما تفرحوا كل الشعب المصري والشعب العربي دائما وأبدا بإنجازات وبطولات وأيضا أداء محترم محترف في كافة المحافل الدولية شرفني ونورني النهاردة في هذه الفترة الأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي شرف جلية أنا موجود في مدينة العالمين مع الأبطال وصرعة ورفع أسقال ومعاك وزي ما أنت قلت أنتوا شرفتونا ورفعتوا رأسنا في باريس وإن شاء الله اللي جاي أحسن بكتير بإذن الله بالتأكيد هبدأ معاكم بكريم كحلة البطل المصري بطلنا في لعبة رفع الأسقال كريم مشرف ومنور مبسوط جدا بتواجدك معي النهاردة بطل مصري عظيم شكرا جدا لحضر لك شكرا لنورك مبسوط؟ أهو الحمد لله فرحان؟ إحنا فرحانين بيك جدا الحمد لله حبيب أيضا البطل المصري عبداللطيف منيع بطل مصري في المصارع الرومانية عبداللطيف مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معنا أهلا بي أخبارك كله تمام؟ خير مبسوط؟ أه طبعا أكيد الأجوة جميلة أه مبسوط ببلديني عامل حاجة كويسة زي كده الحمد لله ما أنتوا ياموا برضو بسطتونا التير يا أكيد طبعا حبيب طيب أيضا بطلنا المصري محمد جابر بطل مصري في المصارع الرومانية مشرف ومنور يا بطل سعيداء جدا بتواجدك معنا أهلا وسهلا أنا أستاذ كريم وأنا اللي مبسوط جدا لأنني أنا سعيد لأنني أنا معك أنا فرحان أصلا وإحنا داخلين الهواء النهاردة كل الناس قاعدة بتحتاج في بيكم فرحانة بيكم بتتفرج عليكم وأنا دوقتي تشايف الناس كلها وقفة بتتصور بتتصوركم فخورة بيكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب أبدأ معك أستاذ محمد لو تسمح بس قبل ما أبدأ معك أعيز أقول لحضراتكم أنه في نفس التوقيت الزملاء العزاء الأعلامي سيفزا الأعلامي إبراهيم عبدالجواد في نفس التوقيت يحتفوا بأبطال آخرين معهم وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف الصبحي وأيضا الأستاذ عمر الفئة الرئيس التنفيذي والعدو المنتدب للشركة المصري أو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومعهم أبطال مصر الكبار أحمد الجندي الحاصل على الميداليا الزهبية في لعبة الخماسي الحديث بأولمبياد باريس ومعهم كمان سارة سمير بطلتنا المصرية الحاصلة على الميداليا الفضية في لعبة رفع الأسكال بأولمبياد باريس والبطل المصري الثالث محمد السيد الحاصل على الميداليا البرونزية في سلاح الشيش بأولمبياد باريس خلونا النهاردة يوم فرح يوم عظيم لمصر نحتفي بأبطالنا الكبار وعندي صورة دايما في خيالي وأتصور في خيال حضراتكم أيضا أنه عالم مصر لما يبقى مرتبط بأي بطل في أي مكان في العالم بتحس بفخر كده وسعادة وحسس أنه الرجل ده مني الرجل ده من دمي فبتبقى فخور بي جدا أي بطل من الأبطال اللي احنا ذكرنا أسمعهم أي بطل حتى من اللي مش موجودين معنا النهاردة سواء في التغطية هنا أو التغطية هناك والاتنين في مدينة العالمين الجديدة كلهم أبطال مصريين دائما وأبدا نفتخر بيهم على حجم مجهودهم وعلى حجم معطاهم اللي عملوه طوال سروات علشان يوصلوا للمكانة دي أنه هم يشيلوا اسم مصر في كل هذه الأماكن العالمية